في ألمانيا لم يحتمل أحد المواطنين ركوب الحافلة أو الدراجة عبر شوارع ميونخ المزدحمة يوميا للذهاب إلى العمل فقرر اللجوء إلى السباحة عبر النهر لتحقيق هذه الغاية وأشارت وكالة رويترز إلى أن بنجمين ديفيد يضع الكمبيوتر الشخصي ومن لبسه في حقيبة خاصة على ظهره ويرتدي الزي السباحة ويبدأ رحلته اليومية في مياه نهر إيسار وقال ديفيد هذا أمر منعش والطريق أسرع في الوصول إلى العمل صيفا شكرا